بسم الله الرحمن الرحيم كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين اليوم جابت لكم أكلة من أكلات عيد الأضحى مو بس عيد الأضحى والله إحنا كنا فتت اللحمة تقريبا كل أسبوع يوم الجمعة يعملونها لنا معرف ليه وإحنا صغار ما كنا نحبها تعرفون الصغار ما يحبونها كثير بس لما كبرنا على شوية صرنا مغرمين فيها إحنا نعملها طريقة شوية مختلفة بس هذه الطريقة المصرية طريقة جديدة لذيذة بالمرة بالمرة اللحمة محمرة وفيها صوص يجنن وفيها طعم رائع عادة نخلونها بس مسلوقة اللحمة لكن هنا حمرناها مع البصار والثوم وطلعت تجنن الرز شايفين كيف لونه؟ زي اللولو أبيض يجنن هقول لكم السرة الحين اللي يخلي لونه كده أبيض وناصع ولذيذ طبعا وقت الأكل نزيد صوص اللي يبغى صوص وحطينا الشربة زايدة المرقة يشربونها كده تجنن المرقة طعمها رائع وهي الفتة بصراحة لذيذة واللحمة محمرة وذايبة وكل عام انتم بخير عملوها مو بس للعيد كل وقت يعني من الأكلات اللذيذة بصراحة مقاديرها لحمة تكون طيبة يعني لحمة خروف طماطم ورز مغسول ما ننقع الرز بس نغسله خبز مقطع شوية كبير معجون طماطم وبصل وبهارات صحيحة ثم مقطع شرائح ثم مدبوك يعني الفتة لازم تكون بصراحة الحين فيه قدر الضغط هذا قدر أفغاني قدر الضغط أفغاني جربته هالمرة يعني أي قدر عادي حتى لو قدر عادي مو ضغط بس يطول المدة نحط شوية زيت نحط البهارات الصحيحة ورق غار وهيل وقرفة وقرنفل شوية فلفل أسود نقلبهم تطلع ريحتهم نحط اللحمة يعني هذه لحمة الخاروف على ما يقولون لحمة الذبيحة نقلبها شوية تاخذ لون من جميع الجهات هذه الطريقة ترى تخلي اللحمة مرة نذيذة وأبدا ما فيها ريحة نحط بسرة كبيرة حد الطماطن نحط فلفل أخضر مقطع نصحبة فلفلة باردة بس هنا فصورة منبينة بعدين حطيناها خلاص نضغطها لما تسوي حسب القدر حكم في قدر ساعة قدر نص ساعة حسب القدر لما تسوي اللحمة تمام نحط الملح آخر شوية نخليها تغلي ربع ساعة مع الملح نحط شوية فلفل أسود نقلبها نصفي المرقة نحط فيها نحتفظ بالمرقة واللحمة على جنب والمرقة على جنب نصاخن شوية زيت نقلب الثوم تمام لما يصفر لونه نحط الطماطم المضروبة بالخلاط نحط معجون طماطم نحط شوية ملء وفلفل أسود شوية تكمون شوية كزبرا ناشفة نخليها تغلي تمام نصقر الناب غطيها الخبز نحطه يتحمص في الفرن في هلوات نصخن زيت نقلب الرز الحين خليكم معاي عشان تعرفون سر الرز الأبيض نقلبه تمام يتشرب يتشرب يبتدي شوية يتماسك نحطه من مرقة سلق اللحمة هذا السر خل أبيض حوالي ربع فنجال ربع كوب خل أبيض وملح الخل هو اللي حيخلي لونه أبيض وحلو نغطيه لم يتفلفل يكون شوية لين يعني حلو ممرن فلفل يابس عندي الصوس هنا تقل خليناها يمكن نصع على نار صغيرة نبتدي شوية شوية نزيده من مرقة اللحمة سلق اللحمة ما أنا بغيكون سميك كثير شايفين كنو شوية نزيده ونخليه يسبك حطينا له بعدين خل الحين في مقراية كبيرة أو تبسي صينية كبيرة نصخن زيت نقلب البصل بصل مفروم لما يبتدي ياخد لون نحط الثوم المفروم ناعم نقلب تمام تمام الحين نصنف عليه اللحمة اللحمة المسلوقة عشان نبغاها صير محمرة حلوة عشان كده هذي الفتة جدت لكم مختلفة بس تحمر عالجهتين نحط لها حوالي كوب وملعقة صغيرة كوب من مرقة سلق اللحمة وملعقة صغيرة زبنة ملعقة تأكل كل شوية نقلب اللحمة تتشرب من الصوس ونزيد الصوس لما يصير عندي صوس تقيل كده تطلع الفتة رائعة يعني غير عن اللحمة المسلوقة بصراحة تتشرب الحين من لون البصل ومن طعم البصل ومن مرقة اللحمة نغطيها شوية تتشرب تتسبك عشان كده أقولكم هذه الفتة مختلفة نقلبها كل شوية تتشرب من المرقة وطعم البصل لما نحس انها خراسة سوى التمام وتشربت تمام ولونها تغير شايفين ما ينشبئ منها والله يعني كده انتوا تاكلونها كده الحالة كأنها معرق تجنن رائعة بصراحة نشيل اللحمة على جنب الحين هنا الصوس نشيله على جنب عشان حن زين في الرز لما ناكلوا مع الرز والصوس الأحمر يطلع طعمه مرة مرة نذيذ الحين نحط كم فص ثوم ونقطع شرايح للباقي اللي في الصينية ونخليه حمر هذا بعدين حنرش فوق اللحمة نزيد وخل بعد خل عشان نعطي حموضة الخبز تحمص عندي نصف تحميس نصخن شوية زبدة أو سامن بلدي أو زيت نقلب الخبز تقرمش تشرب عندي الحين نبغى نغرف نحط أول شاي الخبز الخبز تشرب يعني جنن ريحته طعمه الخبز نسجي شوية ممرقة اللحم أول شاي ممرقة اللحم شوية بعدين مغرفة من الصوس الأحمر نحط فوق الرز وفوق الرز نحط البصل اللي احتفظنا فيه وعلى الجوانب الصوس الأحمر ونحط اللحمة من فوق ونرش ها باقي الثوم اللي قلينا آخر شي أحلى وجبة ما ينشبع منها يعني هذه ما يبغالها ولا شي ثاني ريحة وطعم لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب كل يوم تعالوا وإن شاء الله كل يوم طبخات حلوة اعملوها أي وقت صراحة يعني تساهل والخبز تحت ما يكون ذايم يقرمش شوية